ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من أحصاها دخل الجنة الأول أن يحفظها والثاني أن يفهم معناها والثالث أن يقوم بالعبودية المختصة بها ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر